أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست بيزنس أسهل معكم طارق بدر من باشن بوينت ومحمد توهمي يا حلقة قصون طيبين نسجل الحلقة دي في رمضان على أمل أنها تطلع ويكون شكلها حل وما نهيزش فيها زي ما نهيز بقيت اليوم أو زي ما أنا بهيز بقيت اليوم توهمي الموضوع عنده مختلف عامل ايه في رمضان يا توهمي رمضان جميل مريح انت الوحيد اللي في مصر يقول كده ايه الفكرة كلها ان يعني الحمد لله لما بتصمم البزنس بتاعك بالشكل اللي يبقى مريح ويمكن يبقى لي فترة عمل استرس على البوينت دي في كذا فيديو اعمل البزنس اللي يريحك الكلمة دي مهمة جدا ان انت لما بتشوف ايه اللي مهمة بالنسبة لك في البزنس ايه الاهداف لان فيه ناس بيبقى شايفة ان الطبيعي ان البزنس ده يبقى فيه شغل 24 ساعة سبعة يام في الأسبوع وفيه تيم وعايزين نكبر فطبعا ده بيبقى يعني بيضغط عليهم جامع جدا بيبقى بزنس بيفقد الراحة النفسية في سبيل النمو لان هو في البزنس فيه two lines يعني فيه مدرستين او فيه ممكن نقول هدفين فيه ناس بيبقى بصة في البزنس بتاعها على ال growth وانا عايز اكبر واكبر 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 فيه ده فده طبعا ده له ناسه بترتاح فيه ناس بترتاح كده وفيه ناس تانية بتبقى عاوزة مهم جدا بالنسبة لها lifestyle انا البزنس بتاعي لو مش هيديني lifestyle المريح كفيه بقى freedom total freedom في الوقت في اللوكيشن اشتغل من اي مكان ما اضطرش ان انا انزل كل يعني مثلا بالنسبة لي في كل شركة باسسها دايما وانا باختار البزنس موضل هو ده ينفع يتضار بالكامل من البيت ولا لأ فيه مكتب احنا عندنا office وكل حاجة بس انا مش ده بنزله على مزاكي طبعا لكن ما ببقاش مضطر انزل علشان فيه حدث ما لازم يتعامل في المكتب كل يوم لأ فلو البزنس ما ينفعش يتضار بالكامل من البيت من البيت دي طبعا معناها من اي مكان من البيت من القهوة من ورا مسافر تقدر تديره بالكامل ولا لأ لأ يبقى فيه لازم نغير البزنس موضل فده مهم لان انا باختار اللايف ستايل على الجروث انا يهمني جدا وان انا مجبرش زيادة لدرجة ان هي تيجي على المزايا بتاعة اللايف ستايل والحرية الوقت باشتغل ايه ممكن اشتغل بعد الفطار مش مطور اشتغل قبل الفطار اشتغل من البيت مش لازم انزلوها في زحمة الشوارع والناس اللي بتبقى يعني متحصبة قوي وهي سايقة دي مش لازم انت تجنبهم خالص انا شخصيا رمضان ده مش عارف ليه انا اشتركب معايا الصبح يعني يعني رمضان اللي فاتك ان انا كنت شغال في النهاره عادي ان الرمضان ده فيه حاجة مش مصبوطة معايا فانا كل شغلي بعمله بالليل انا كمين انا بدأت الاحظ حاجة بقاطة النظر بقى عن يعني التوبيك ده فيه حالة جديدة حالة جديدة انا مستشعرها كده في الشعب المصري فيه حالة غضب في السواق يعني بلاقي الناس بتجري بدون مبرر وبلاقي الناس بتكسر على بقى يبدون مبقى فيه حالة فيه شحنة في الشارع انا مش فاهم دي جابني ليه بدون على فكرة يعني انا بسوق بقالي عشرين سنة انا لا انا مشوفتش الحالة دي في الشارع يمكن عشان مستعر الشوارع انا عندي تبريرين للنوضات ده والله عندي نظريتين النظرية الأولى هي النقطة اللي انت قلتها دي احنا يعني انا بقالي بسوق من القرن بقاليز كتير او بسوق من وانا صغير واحنا عدنا مثلا اني خمستاشر سنة بنسوق فحارة واحدة مثلا ويبقى اقصى سرعة انت تقدر تمشي بيها عشرين وخمستاشر وههمك كله في السوق يعني حرفية كلها في السوق انت ازاي ما تغبطش في اللي قدامك وازاي اللي وراك ما يغبطش فيك بس هي دي كده فمهما كان طول المشوار يعني اللهم ايه لما تبقى مسافر ولا حاجة فجأة كده فقلقينا نفسنا في مواصف خلال فترة قصيرة جدا سنتين مثلا كل الشوارع عربة حرط وبنجري فانا شايف ان فيه ناس كتير كان يتقال عليهم بيعرفوا يسوقوا احنا اكتشفنا ان هم ما عندهمش فكرة عن السواقة وماشيين بقى بيخبطوا في خلق الله فالموضوع بقى بقى السواقة بقى التنشنة يعني زمان ما كانش زمان كنت بتقفر هذا بتبقى وحر وزحمة وطريق طويل دلوقتي لأ انت عبال ما بتوصل بتحسن انت تنزفت عصبيا يعني ده غير طبعا بقى المشاكل الجامة يعني اللي بنمر بيها كلنا عني فبتخلي احلى حاجة بقى تعمل بيزنس خليك قاعد في البيت او قاعد على البيتش يعني لو بتحب مهمة عاول فكرة يعني يعني احنا يمكن اه بس مهمة قوي اللايف ستايل مهم لان راحتك النفسية وانت بتديهيني البيزنس هي اللي هتحسسك متعته ولزته وإلا كانت الوظيفة يعني لازم تحس ان فيه نقلة فحياتك اتحصلت لما بقيت you own a business فمن اكبر النقلات ومن اكبر الاحسيس اللي لازم تحسها احساس الفريدم ماينفعش بقى مضطرة اعمل حاجة تاني كفاية يعني الوظيفة كادت مني اللقطة دي كتير ان انا بسمع كلام كل الناس ومضطرة انزل في معايد واراوح بمواعيد واسمع كلام مدير واسمع كلام تيم وحاجات كتير قوي اهم حاجة بقى انت بتاهم بقى بيزنس انا total freedom انا مش عاوز بقى بضغس بقى على حاجة بقولك يا انا عندي سؤالين بقولانا على الكلام الجميل اللي انت قلت السؤالين في واحد فيهم انا اعرف ان انت ممكن ما تعرفش تجواب عنه يعني ممكن يكون مش حتتك مش تخصصك بس انا interested ان انا اعرف انت طريقة تفكيرك يعني لو انا جاي لك بقولك انا دي مشكلتي انت هتقولي اعمل ايه يعني هتنصحني اعمل ايه مثلا فيه ناس ما بتعرفش تشتغل غيره فيه حد يقولهم لازم تشتغل يعني فيه ناس اللي هو لو ما فيش حد هيرقب وراءه ويقوله مثلا ايه دا انت مسلمتش ليه او ايه دا انت عامتش التسك دي ليه ممكن التسك ما تتعملش خالص هو ممكن يكون نفسه اعملها فعلا يعني بس هو من غير النوع دا من اللي هو الaccountability او النوع من ان هو انه فيه مسئولية عند حد تاني براه ممكن فعلا ما اشتغلش خالص طب لو انت واحد لقيت نفسك في المساحة دي يعني انا لوقتي باشتغل كمهندس الصبح وشغال زي الفل ويام باجي بالليل باجيز اعمل بزنس الخاص بتاعي بقى افكر بس عمري ما بنفز طول لو واحد صاحبك جابي وليك تقوله ايه نجيب manager يجيب manager هو لي نفس كو founder يعني يعني اما manager ياما co founder انا الفيجناري انا البفكر وفي واحد بقى بياخد افكاري المجنونة دي ومسؤولة عن ان هي وهو ينفزها على الارض اهي ملها شغير كده ابا اذا ويل اللي انا بتكلم فيه ده ممكن مش ناس كتير هي حباية لا انا انا حابب اشتغل في team ويبقى عندي office ويبقى ليه مكتب والمكتب بتاعي وانزل اروحه كل يوم وحاطت مكنة الناس وحاطت مش عارف ايه وعمل لنفسي mood وده office بتاع CEO اعرف لنا انا باحلم بكده وفي team وفي سكرتيرا وفي انا عايز المود ده في ناس كده بس انا بتكلم على personal preference يعني مش قصدي انه ده ده لازم يكون الشكل الوحيد للبزنس المريح لك انا بأتكلم in general شوف الطريقة اللي تريحك في ادارة البزنس سواء growth او lifestyle شوف انت عاوز ايه وعمله وباي ذا وي ممكن اللي انت بتحكي عنه ده يبقى بالنسبة له الوظيفة احسن حاجة يعني احنا مش بنحاول ولا عمري حاولت اقول للناس ان الوظيفة وحش وريات العمل هي احلى وكله لازم يبقى عنده البزنس بتاعه لان في ناس هي حبة الوظيفة وفي باي ذا وي انا اعرف ناس اصدقاء لي كلما نقعد يقعد يحكيلي عن المشاكل بتاعة المديرين والأسفين والpolitيكس والحاجات اللي بتحصل ومستمتع يعني he's enjoying اللقطة دي يعني الفيلم البوليسي اللي هو عاشه ده عاشه ومديري وعمل فيه واسفن فيه وانا طالع وهعمل وعجب له من هنا وهقول له ده وهعمله ده فهو اللقطة دي جميع بيعشاء وبيروح كل يوم عشان الفيلم السسبنس ده دي اللقطة اللي بتخليك عايز تنتحر ايه ايه القاعدة السية اللي هي مبني عليها كل اللي احنا بنعمله عايش بأسلوبك مش بأسلوب مفروض عليك شوفوه هو ايه بقى بأسلوبك ده عايز الـ growth والteam والنقعد نتعابله ويبقى كل يوم team meeting وبريف وبتاع وفي ناس extroverts يعني عايز شوف بني أدمين ما عارفش اشتغل لوحد وكده لازم اشتغل وص زحمة ودوشة وناس وحركة ومقابلات انا لأ انا احب السلام النفسي واعود لوحدي كده امخ مخ واطلع افكار واشارت مع الناس يعني دعا هلو طيب السؤال التاني بقى اللي هسأولك بخصوص الموضوع اللي هو growth والكلام وانت مش محتاجة تشتغل 48 ساعة وكده برضو هنا يعني يعني انا بكلمك برضو تدي نصيحة اكتر وما تدي specific business advice يعني افترض دي وقت انا اخترع لك شخصية يعني هي حقيقية بس هنكونها يعني عشان حد مثلا عنده 30 سنة شغال اكس شغلات وكان زي شباب كتير اوي في مصر وبرى مصر يعني في الفترة العشريات دي عايش حياته بس يعني يعني بيروح الشغل اخذي فلوس دي يصرفي يتفسح ينزل يقعد عليها وما كانش فيه خالص في النوع البيزنس وما كانش بيحوش وعيني بتدا يفكر انه الوظيفة دي مش امان ومشي في السكة دي كلها وإلا انها قرر انها محتاجة عمل بيزنس او عمل بيزنس يعني بالوضع الحالي وبالشكل طبيعي بالاقتصاد لو افترضنا من الرجل دي قال مثلا انا معيش عربية ومعيش شقة وعايز اشتري الاتنين عشان عارفة تجاوز الرجل دي يعني من الحزبة وسريعة يقول لك محتاج 3 مليون جنيه بسم الله الرحمن الرحيم كده انا بقول بالميت يعني الرجل دي هيقول لانا محتاجة عربية وشقة وجواز وفرح وفيلم هندي ده ملايين يعني ف ازاي هتقول لي واحد زي ده ما تشتغلش 48 ساعة في اليوم طيب هو اولا في نقطة ممكن كويس انت فكرتيني بيها ان يعني وردو بحمد ربنا الواحد بيكلم عنه دلوقتي او وصله في البزنس بتاعه ده ما كانش من قول يوم يعني لا انا كنت بشتغل عدد ساعات كبيرة وكنت بعمل speaking و training وبنزل وكل يوم و enjoying اللقطة دي وعلى فكرة انا كان من احلامي ان انا بقى speaker او حاجات المحبباني جدا في المهنة دي ان انا بنزل شركات وبنزل قتلات و مسافر وبعمل حتة دي في الشباب وانت عايز شوف بلد دي وتتشاف بلد دي وتقعد في القوتيل ده فما كانش عندي مشكلة في ده انا انا اعمل ترينج 8-9 ساعات في اليوم وتسافر من بلد لهنا وترجع هنا بس لما بتكبر الموضل بيداير ويمكن احنا حكينا الحدوط دي مش فاكر في حلقات ان احنا قبل الكورونا اصلا بسنة حولنا الموضل بتاع passion point كله online يعني فجت فهو كان التحول ده علشان تسيرف انا كنت بس عالو فكان نفسي ان انا اغير اكتعبت من والجري في وعايز بقى كده واعمل بيزنس موضل يبقى سكيليبل سستينبل فعملنا الخطوة دي من قبل حتى كمان الكورونا فده انت تشوف كل مرحلة في حياتك اللايفستايل بتاعها ايه اللي هيبقى مناسب ليك وعمله لكن ما تختارش نموذج علشان هو ده النموذج السائد في الاندستري بتاعتك يعني وليكن مثلا اه او هنكلم في مجال الترينيج النموذج السائد ان احنا بننزل نعمل الترينيج كان الترينيج الانلاين ده قليل هو المتماشي مع احتياجاتي وال مش مضطرة نعمل زي بكل الناس حتى لو ده هيجيب لي سيجمت مش كبير قوي لكن هو ده السيجمت اللي هيكفيني دلوقتي بالرغم من السيجمت الاكبر عايز الوفلاين ترينيج مثلا وده اللي حصل معنا لانا كنا الناس متعودة نبتيجي كل شهر بتحضر سيمينارز وفجأة لما قطعنا ونفتكروا ان احنا بنعمل تست طب احنا نستنى بقى يا جماعة مش هنعيده تاني اوفلاين خلاص انتهى مش هعمله تاني اوفلاين لا لا بس ان شاء الله لما تعملوها نبقى نيجي نحت انا في اكتر الفترة دي واثر بس احنا بضلنا الان هي كان ليها فهي الفكرة الشخص اللي هو عاوز يكون فلوسه ممكن جدا يختار النموذج اللي بقى مريح ليه في الفترة دي او يحقق له رغبات معينة في الفترة دي ولكن سايد نوت ان مش بالضرورة ابدا لو انت عايز تعمل فلوس كتير ان انت تشتغل كتير يعني هي مش نسبة وتناسب يعني مش لو ما تشتغل كتير يبقى ده معناه ان انت هتقدر تجيب دخل كبير بسرعة وتقدر جيب الشقة والعربية اللي انت بتدور عليهم فيه ناس بتتفح شغل وتوصلش الحاجة برضو وفيه ناس بيشتغلوا بزكاء وبيشتغلوا في الحية المزبوطة بيعرف يعمل نتورك مثلا كويسة يسترايك اديل 2-3-4 مليون مع كلاينت كده ب ببتاع يخلص فيه الدنيا دي كلها فيه اللي ده بيوصل فالويلث كريشن ما لهاش علاقة بعدد ساعات الشغل او كم المجهود اللي انت بتحط في الشغل توفيق من ربنا واجتهاد وشوية ذكاء وانت بتبقى عارف فاهم ودارس الاندستري بتاعتك من اين تؤكل الكتف زي ما بيقوله وبتركز على المفيد اللي قول 80-20 بقى اللي 20% الخلاصة اللي بيجيب الموضوع يعني خلاصة الامر ان انت شوف انت هيبقى مريح بالنسبة لك وعمله حسب بقى الفئة العمرية اللي انا بقوله ده ممكن بقى شمو زي ما قلت لك مريح لناس تانين وفي ناس تتمنى اللي انا بقوله ده تعيش به وهكذا حلو انا مش عارف ليه بص يعني يمكن شطة مختلفة شوية بيضة عن الحتة اللي هننتكلم فيها بس برضو هنخلي يعني قريب برضو من الشخص اللي في 30 سنة ولسه بيبدأ في حاجة كتير اول وقت فيه ناس كتير بقى نشوفهم وانت بتشوفهم وانت بشوفهم بيبقى عايز يعمل حاجة بس هو بيبقى فعلا مفجاهز يعني نقصو skill sets كتير اول انا عايزك تقول لي لو في حاجة ممكن نقول انها generic tool يعني هل فيه كورس معين انت شايف كل الناس اللي تنتخدم حاجة كده يعني انا مثلا بالنسبة لي موضوع اللي هو English اللغة انا بحس انها ضرورة قصوى عشان انت بتمنع عن نفسك كم كبير جدا من الكتب والافلام واليوتيوب فيديوز وحاجة انا بحس ان ده ضرورة اساسية لكن في حد تاني ممكن يقول لا في حد ممكن يقول لا خد كورس programming مثلا ده انت لازم تبقى فهم هل انت في حاجة انت شايف انه لا ما ينفعش تكون داخل البيزنس من غير مطروع الحتة دي بقى marketing لكن هي in general بقى في حياتك حاجة اساسية skill اساسية in general مقدرش اقول طبعا اللي انت بتقوله الانجليش مهم جدا بس مقدرش عممها هو الكل يعني لكن in business بالتأكيد marketing يعني مفيش حد يخش بيزنس ما يبقاش فاهم marketing ودي احد الكوارس يعني ده كتير بتحصل يعني بشركة تسويق مش مهم بس انا اعمل المنتج اللي انا فاهم فيه بقى بيزنس يعني مين او مين الشرك يعني بس الاعلان يعني شد انتباهي لانه احنا الحلقة اللي فاتت اللي عملناها كان اسمها facebook ads انا حلقة كاملة بنتكلم في اعلانات الفيسبوك الاعلان ده كان بيبتدي الهوك بتاعت الكوبي بتاعته بيقول بطلوا تاخدوا كورسات اعلانات فيسبوك ده اول حاجة وفنائي صراحة شدني دخلت فهو الاعلان بيتكلم من وجهة نظر اللي انت لو عايز تشتغل في المجال يعني وعايز تشتغل في الاجنسي اللي انت بتعمله ده انت بضع وقتك وبيوجه لسكة تانية وبعين يروح واخدك على كورس مختلف تسويق بوجه اوسع شوية فلفت انتباهي يعني ان احنا المرة لما كنا بنتكلم على الفيسبوك كنا بنتكلم على ان الكوبي قد ايه هي مهمة وان كان طويل جدا يعني كان كوبي كان طويلة جدا ولما دخلت وقرأت الكومنت بقى اغلب الناس مكنش مبسوطة يعني فيه ناس واحد فيه حد يخلى قال له مثلا ايه الاعلان مش مكانه هنا تكون تركضي تحط على لينكتين فيه يقول باشا انت كاتب مصطلحات احنا من عرش معانيها ترجيمها لنا فيه واحد داخل بيقول الكلام انت بتقوله ده مثلا يتطبق لو انت كذا 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 ف يعني الشاد انتباهي انه فكرة اللي هو ايديا اللي هو بتاعنا اخش اقول لك متعملش كذا دي اخش اقول لك متعملش كذا في حين انه فيه كل ناس تغطي فيسبوك ادز لو انت شغل بيزنس خلاص ما ينفعش شغل بيزنس اللي قطي مغير فيسبوك ادز فانا عشان كيف بسألك على الاسئلة اللي هو الحاجات اللي هي الجينيريك يعني يعني عارف اللي هو ايه التول دي انت كده تحتاجها at some point in time انجليزي بقى فيسبوك ادز في حاجة كده كده انت هتروح لها انا عايزك مش ما افكرش طبعا بس مش فاكر مرة مش عارف هو هو وحش ولا ما مش وحش لانه هو هو عمل تفاعل جامد اوي بس عمل غضب مش فاكر كان استراب وبين قلت مش واحد كده كان من العلماء مش فاكر مش فاكر مش فاكر تفاصيله يعني بس حاجة كده انه هو فيه عالم من علماء التاريخ القدام كان قال جملة كده انه كل عربي تاجر فعجرتني الفكرة وكتبت عليها اعلان ان ده السر بقى ان كل العرب هم احسن ف يلا trust yourself be confident معرفش دي دايقة الناس ليه لسبب مش فاكر لانه ده من فترة بس ده اكتر اعلان عمل حالة غضب كبيرة لان يمكن كان فيه over hype شوية ان ده السر الاعظم مش عارف ايه strap وجاب السر من زمان لا يخليك رائد اعمال ناجح والسر ان كل عربي تاجر فلازم تبقى تاجر كان فيه twist كده كان يمكن تعامل فيه hype زيادة شوية والناس حسيت انه لفة طويلة قوي علشان تعمل حاجة فmaybe maybe ده ده والغضب ده يعني تبالور لمبيعات ولا غضب كان غضب بس بس انا فاكر انه مرة قلت قبل كال الاعلانات الـ polarizing ده بتجيب يعني والله بص مش فاكر مش فاكر كان تأثيره فعلا ده من فترة مش فاكر تأثيره هل جاب مبيعات ولا ما جابش بس انا فاكر انه ما عدتش لانه هو برضو خلي بالك في الاعلانات بالذات لو هو polarizing حاجة وانه يجيب غضب ممكن دي تقفلك الـ accounting يعني فالناس تعمل بقى reporting فانت بتتجنب فانا بعد شوية احنا وقفت القصة دي لان مش حلو برضو ان انت بالزيادة كده وخلي بالك ده ما كانش polarizing كانش فينا ده كان مثلا 90% من الناس بتشتن 10% 20% ما لقوش حاجة حلوة حتى فهي كان اظن يعني ان هو ده كان لو هفتكر ان ده كان انا اوحش عليك انا احبت اسألك السؤال ده عشان انا متخيل ان في ناس كتير قاعدة بتسمع وانا جربت وكانت ليهم تجرب كتير يعني ما ما نجحيت ش في من هم اللي كتب حاجات ناس زعائت فيه انا انا احبت بس اشارككم بفكرة ان انت شخصيا يعني برضو انت تقفش عليك يعني وانت برضو ناس كتير لا ممكن نعمل حلقة كاملة على التنامر على السوشل ميدي ده رائع رائع اي حاجة انا بص انا بدلوقتي تعريبا اي حاجة بكتبها غير ما بتشتم عليها اي حاجة يا ربي كتبتها مثلا في اخر ثلاث سنين افتكر ان انا جالي عليها مثلا كلها كانت الناس بتوشكورها وتقول لي هاي لازم فيش تيمة في النص تطلع اي حاجة يعني انت عارف اللي انا بقوله لك ده اساسا اللي هو فكرة اللايف ستايل ومش عارف ايه فراح واحد داخل بيقول لي بس ده عمر البيزنس من نوع ده ما بيجيب فلوس هو رابط برضو الفلوس انه لازم اتفحت وعمل مجهود ده مش هجيب فلوس وهيبقى فلوسه على الاد البيزنس اللي من النوع ده بس بيبقى نفس يعرف يعني طب قول لي اتكلمني عن نفسك قول لي انت امالت ايه طي يعني انت بتاخل بس ايه ده طبيعة بقى خلاص اللي واحد تعود على السوشال ميدي انه كده اتعرف انا مدهش يعني بس اللي بيدهش دايما في موضوع هو انت عمل لي فلوس ليه انا مش فاهم يعني انت ايه اللي خليك تخش على الفيديو بتاعي وتشتمني يا ام اعمل اعمل فلوس ما تشفيش ام الناس عامل اعمل 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 طيب انا بص يعني انا هقولك بقى على حاجة اترحى عليك اه يمكن ده يكون اخر نتكلم فيه في الحل على الظريفة دي اه انا انا دي تسميتي الشخصية انا بسمي العصر اللي احنا عايشين في ده the age of spam عصر ال spam بالعربي تترجم ليه يعني هو حاجة كتير كتير كنتنت كتير بشكل مبالغ فيه و content spam يعني تعبر عن content كتير ومكرر وبشكل مش ظريف وبشوف كتير وحاجة بيجي لك غزبا عنك انا بقول كده ليه دلوقتي ال social media من فترة طويلة يعني فيه فيلم كان اسمه the social network يعني العاكس يفهم ال social media algoritm بتشتغل ازاي يروح يشوف الفيلم ده social media الكمبيوتر فيها مفيش من ايادا بيقول مين هيزيد ومين هيقل ومين هيخد ايه هو الكمبيوتر هو اللي بيفكر هدفه ان هو يقعد الناس على social media اكبر قدر ممكن من الوقت وبالتالي بيريورد behaviors معانا بان هو يديهم reach اكتر تفاعل اكتر وهكذا من الحاجات اللي هو دايما بيريورد اللي هي consistency دي ممكن اكتر حاجة بيخد عليها تكافئ عليها ان انت تبقى consistent بقت الناس بتبوست بسبب وبدون سبب بموضوع من غير موضوع لان هو عايز يفضل دايما في الجروب الحلو الجروب اللي دايما متشاف الجروب اللي كلامه بيتقال اللي مش حاسس بدأ انا هقول لكم انا اشتغلت الشخصية الفيسبوك الالي هو البرسن اللي بتاعي انا مبنزلش عليه حاجة تقريبا فلما باجي فعلا ننزل حاجة محدش بيشوفها ده أنا بكلم على صحابي يعني مش بيكلم على بزنس بقى واعلانات اللي هو معنا مثلا اشتغلت حاجة جديدة او انا كتبت كتاب جديد محدش فعلا بيشوفها ناس بيقولي ايه ده انت عملت الكلام ده امتا انا عملا نزلت محدش شافه لان الفيسبوك بيتفني لان انا ما بنزلش كتير في المقابل بتلاقي انك واحد صاحبك كل يوم بص قاعدت المحتوى اللي بيطلعوه كتير بشكل غير طبيعي فبقى سبام في وش البني ادمين وبسبب ان انت طبيعي انت كبني ادم المحتوى اللي عندك هيخلص يعني انت مفيش حد عنده محتوى للأبد مفيش حد عنده موضوع يتكلم فيه كل يوم للأبد فالكلام بقى مكرر مش اكراس شخص واحد ده اكراس كل الناس فتتبص تلاقي الناس كلها شبه بعض لو دخلت على يوتيوب وكتبت انا عايز اعمل ازاي اسجل بميكريفون بصوت حلو هيطلع لك عشرين فيديو دول الطب مش هما دول كل ممودين هو فيه تمنمية الف بس هما دول اجمد عشرين كلهم بلون نفس الكلام بالزبط نفس الكلام انت كتهمي ازاي تبقى مختلف غير بان انا عندي فولاورزا كتر من اللي جنبي انا عايز اعرف ازاي ما تبقاش سبام ازاي تبقى حقيقي ازاي تبقى content بتاعك حلو لا ده انت كده ده حطيت ممكن مليون topic في سؤال واحد content بتاعك حلو ازاي تبقى حقيقي وازاي قول اللي تقدر عليها باشا بص هو يعني personally لما بشار بشار الحاجة اللي انا مؤمن بيها وحسسها مش ان انا شفت topic trendy فعايز اكتب عنه يعني ولذلك مثلا مش عارف اقولها ولا مقولهاش بس يعني انا مستقل قوي غالبا ما بعملش فمسلا في رمضان والاعياد ان انا حط على البيتش كل سنة متوطيبين يا جماعة وعمل design post رمضان كريم ما بعملش ده اوكي لان مش مش عالسان حاجة يعني بس بحس ان هو يعني المتلقي جاله اولا يعني على الwhatsapp tradam broadcast notification كل سنة متوطيبين حتى ما فيش اي personalization في الموضوع فهو frustrated زيان وكل ما يخش عن news feed يلاقي شركات شركة كزا تهنئكم ففي زحمة بقى doesn't make sense ان انا كمان اقوم حطط له صورتي وقول له رمضان كريم في وسط حالة الغضب اصلا مستفزا فاجأ news feed والwhatsapp والmessages كلها تردمت ب يعني non personalized messages ناس كده ايه بتقوم نشرة معايدات فانت لما بتشير حاجة لازم ففعلا انت التوبيك ده انت حبه اصلا بكلم passion based فده موضوع انت حبه فطول الوقت بتبحث عنه وتقرأ فيه وتبقى عايز تطلع افكار وتشارك الناس حاجات انت حسسها وحبيبك فانا مش مش ابدا الstyle بتاع الكونت فيه ناس بتعمل كده في الكونت انه هو يشوف مثلا topic عليه engagement يشوف ايه الكلام اللي تقل فيه ويعيد صغة الكلام ده بشوية تعديلات بسيطة بالزبط هو هو لأ انت لازم الحاجة تبقى طالعة من جواك original ولو تغلفها بstory انت عشت الحتة دي ازاي وتقول هليش نظري قول لي انت طبقتها ازاي في حياتك فتديني personal touch فتدينيها originality انا مش جاي اقول لك دير وقتك واقول لك بقى كلام نظري عن ادارة الوقت ولا اقول لك اعمل تسويق بطريقة واقول لك كلام نظري عن التسويق والله يا طريق ده انا بسمع في التسويق ده في كمية حاجات نظرية اه مستحيل ان حد يقدر يلم كل الvariables انتوا بتكلموا عنها دي مثلا في اختيار مثلا ال customer segment demographics و psychographics و behavioral ومش عارف مليون aspect لازم تبقى عارف جمهورك المستهدف من كل هذه الزوايا وكل لما تعرفوا yes it's good ان انت تقول ده للناس عشان تبقى عارفة وانا مفروض اعرف جمهوري من ايه بالظبط بس it's extremely impossible ان انت تعمل تبقى متحكم في كل الvariables اللي بتتقال في كتب التسويق في ادي خلصنا الجمهور نخش بقى على المنافسين ونعمل تحليل المنافسين وبعدين نخش انا مش عارف ايه ونعمل تحليل ايه وvariables و بعدين بقى جوجل analytics هيطلع لك داتا وفيسبوك هيطلع لك داتا وده مش تعمل داتا وكمية حاجات هتحلل للابد عشان تعرف انت وراح عاملين لها وظيفة اسمها marketing analyst او market analyst او حاجة يعني هو محلل تسويق يدوره يقعد يحلل بقى البقنات دي كلها ويطلع حاجات دي ممكن بقى شركات كبيرة اللي بتشتغل على skill كبير او small business يعني عايز شوية حاجات كده بس مترتبة بسيطة يقدر يبتري يوصل بيها للناس مجزي جدا وeffective جدا يعني بس هي خلاصة يعني إجابة السؤال بتاعك ان لما تيجي تعمل content ما تبصش على trend وايه المزيكة اللي ماشي اليومين دول فنحطها في كل الريلز بتاعتنا وايه الحاجات اللي ماشي اعمل الحاجة اللي انت فعلا مصدقها وحبيبها يعني بغض النظر عن ان ده هيخدم الالجوريثم ولا لا لان الحمد لله ان في حاجة اسمها ads فبنعمل اعلانات اللي ملناش دعوا بالالجوريثم خالص وهيطلع علينا ايه ومش هيطلع علينا ايه انا الstyle بتاعي بعمل content انا حسه ومن فهمي طبعا لاحتياجات الناس واسئلتهم وبيسألوا في ايه وايه اللي بيدور في بالهم بتعمل المحتوى اللي يديهم الفاليو اللي هما بيدوروا عليها بس من حاجة انت فعلا مؤمن بيها وعشتها وجربتها وبتبتلي تاخدهم من الاعلانات بتاعتك ال soon as possible لحاجة اسمها owned media على الويبسايت بتاعك على الايميل لست بتاعتك الحاجة تقدر بقى تكوميليكيت معاهم برى الزحمة دي يعني بتجيبهم وابنار بتجيبهم event free event كده بتخليهم يدونلود كتاب من كتبك ممكن for free فتخليه تديله محتوى او تديله experience ينجيش فيها معاك وقت أطول بس بعيد عن الزحمة فانا السوشال ميديا بتخلي ناس تعرفني ان انا موجود ال ads بتقول for ان هما ييجوا ينجيشوا معاك في longer experience في owned media في حاجة بتاعتك انت زي ما قلت invite them for an event الفيسبوك جروب انت اللي عمله محصوص اه اه ايما يسبسكرايب لل ايميل نيوزليتر بتاعتك يحضروا وابنار ساعة ساعة ونص انت بتتكلم معاهم فيه فهنا في ال owned media بقى انت بتقدر تكومنيكات معهم بعيد عن الزحمة انا اللي سمع معايا في الكلام اللي انت قلت قوي ده فكرة ان انت اكتر حاجة يعني لما سيتني فيها فكرة ان انت حاجة انت عيشتها طبعا لان اه يعني الكلام النظري فعلا كتير يعني هدهلك على مثال مثلا في منطوع الكتابة ويمكن كمان فكرة وجود chat GPT وcopy AI والحاجات دي كلها خلى الموضوع اسوأ كمان يعني انت بدخلت على chat GPT وقلت له انا رجل كاتب عايز اعمل content اه يا باش اخش حط الناس top 5 mistakes هما بيعملوها top 5 tips هما بيعملوها ما كل الناس بتعمل كده كل الناس بتكتب top 5 mistakes كلهم خلاص يعني هما top 5 mistakes دول يتحرقوا حرق السنين وكل بس واحد يغير له mistake هنا على mistake هنا فين انت بقى انت انت ده غير ان فيه نقطة مهمة جدا على فكرة انت عشان كاتب مش معنى انت تقدر تعلم يعني فيه كتاب عبقرة عمرهم في حياتهم ما كتبوا كتاب تعليمي ولا عمرهم ما قالوا احنا هنعلم الناس ولا الدكورسات ولا اي حاجة خالصة يعني هو مش بتاعتهم فيه ناس بتكتب قصلا بالفطرة يعني هو ما يعرفش الصح صح ليه هو بيعرف ان هو بيعملوه خلاص ففكرة اه ال content بتاعك يكون مصدره تجربة حقيقية انا كنت باهضر ثانية في الثالثة السؤال زن علي لان هو كان عمال بيقول بارقام يعني بيقول ارقام معينة لازم ال budget بشرف ايه ولازم يبقى علشان تعمل campaign يكون جمعت audience of x number of كذا فانا كنت دايما نحس ان الارقام دي نظرية جدا it's not achieved الارقام اللي بيقولها دي فاسمعها ال concept لذيذ جدا يعني ال concept مغري جدا وفعلا يعني innovative اول مرة اسمع ان لازم مثلا ال budget ال seeds كلها اللي انت عايز تباعها يعني الارقام اتعرضت بشكل جديد ومختلف بس انا مش حاس انها applicable في حاجة غلط فمرة في التانية بسمع منه وفو بنوار في فيديو فمرة من المرات ال events روح ترافع يدي بقولت لا اسعى مش قادر تقولوا انا افهم كذا 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 فالمهم اتزنق شوية ورح يقول لي بس هو ال concept ده يا تهمي ما تبقاش يعني يعني تعملها لي mathematical this is philosophical ايه فكنت عايز اللي هو قال لي قالت له معلش اصلنا انجينير وبحسبها بالورا قال لي this is why بس انا عايزك تخدها philosophical لما بنقول 10,000 مش عارف ايه common sense يعني اللي هو هي بقى عتت كبير اكبر شوية من اللي تحته مش لازم الارقام بالزب فصدمني يعني كان ايه philosophical لو philosophical ما تقوليش ارقام ما تستفزنيش بارقام يعني يعني قل لي قل لي قل لي قل لي نسب مثلا قل لي حاجة انما انت حسستاني ان دي حاجات يعني based on research وwritten لازم يبقى عشرة ودول لازم يبقى خلصة اه بالضبط اه وكيدا يعني مثلا مثلا هو كان بيتكلم ان قبل العميل لازم قبل ما يشتري منك يبقى فيه 11 touch points في 4 different locations اه طوان يعني انت لازم يحتكي بيك 11 مرة في 4 اماكن مرة مثلا في الفيسبوك الاميل مرة على كذا مرة على كذا علشان تقدر تقول ان انت you have a certain number of tribe يعني فقلت له اعرفها ازاي يعني اعرف ازاي ان الراجل ده اتفرج على 11 نوع محتوى في 4 اماكن مختلفة علشان ابتري يديله المسج الاعلان اللي هو بيقوله buy now صحيح اعرفها ازاي ما لاش حل مش مزرب فهو فالوس هو فكر قال له هو يعني يبقى شافك كتير قبل ما تقوله اشتري مني طب ما شافك كتير دي طب ما تقولي شافك كتير انما ليه لازم تعملها تقولي 11 مكان في 4 اماكن ب11 مرة بالضبط ده واحد خد كورس ازاي تعمل كورس عرف الحاجات دي فبتبقى فبتبقى مستفزة الحاجات دي جد ف it's good انه ممكن تقول ده guideline يا جماعة ده يعني كذا ده كذا انا ساعد كنت بقول للناس برضو في فترة من فترات يبقى شافك سبع مرات على القل 7 touch points بس كنت بديهم example يعني يبقى مثلا عندك newsletter يشترك فيها يبقى عندك 7 ways of ان هو يلاقيك مقدرش عرف بقى هو شايفك ولا مش عرفكش بس انت you have to build 7 different formats أو 7 different pieces of content شوية videos وشوية articles ويبقى عندك كذا وبقى عندك كذا علشان تفترض بقى ان هو يلاقيك في 7 أماكن وكا بس فأي يعني يعني هي lived in experience يعني اشتغلوا بال اشتغلوا باللي تعرفوه واللي اشتوه بخبرتك الحياة يعني كفاة والنبي سبام الانترنت بقى بشع بص هتختلف تماما على السوشال ميديا لو الناس بدأت تشارك تجاربها الحقيقي مش اللي انا خدته في certification اللي درستها أو اللي قريته في الكتاب ده أو اللي عملته لو احنا بدأنا نشارك فعلا تجاربنا الشخصية في تطبيق المعلومات اللي احنا درسناها أو عرفناها دي الدنيا هتختلف شكل كبير جد اتمنى اتمنى نتبني دقل كل اللي بيسمعونا يعني وإنكلودين الحاجات البسيطة لو شفت بوست حلو قوي على الفيسبوك ما تاخدوش مش مهم هو نجح ليه هو اكتب انت البوست بتاعك انت بلاش تاخد البوست اللي نجح حد التاني وتعمله انت اتمنى دي كانت حلقة ظريفة جدا بردشة رمضانية يا رمضانية شكرا بقى للتمرين دي الزبط شكرا 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 على حسن استماعكم وكوسانت طيبين نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة شكرا